من جملة المأساة في العراق تبرز معاناة المعتقلين ككثير من صفحات العراق الجديد سوداوية ومأساة فلا تقارير المنظمات الدولية ولا شهادات ذوي المعتقلين تفي بالغرض لسرد ما يجري خلف أسوار السجون العالمية السرية آخر التقارير ما صدر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الذي كشف جانبا من الأوضاع البائسة التي يعيشها أكثر من ستين ألف شخص بينهم نحو ألف من النساء يتوزعون على ثلاثة عشر سجنا حكوميا فضلا عن عشرات سجون السرية التابعة للميليشيات والأحزاب سياسة الإخفاء القسري تشمل أرقام وأسماء الضحايا فيتحدث المرصد أن السلطات لا زالت تنتهج سياسة حجم البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المعتقلين في سجونها وظروفهم الصحية وكذلك حالات الوفيات لا سيما أن السجون تشهد اكتظاظا متزايدا بفعل تصاعد حملات الاعتقال وتأخر القضاء في الفصل في ملفات الموقفين إذ تفوق أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية للمعتقلات وثق الأورو متوسطي شهادات تثبت أن الممارسات الحكومية في المعتقلات وأثناء حملات الدهم هي سياسة ممنهجة وثابتة لا حالات فردية أو عشوائية فيتحدث مصدر أمني للمرصد عن وجود سجن سري في منطقة طاهر آوة بمحافظة مينوة يتبع للواء الثلاثين بميليشيا الحشد حيث يقبع فيه نحو ألف معتقل اعتقلوا بدوافع طائفية وتهام كيدية ويساوم أهل المعتقلين لدفع مبارغ كبيرة لقاء الإفراج عن أبنائهم بالإضافة لسجن آخر في منطقة كوكجلي نزولا على صلاح الدين الأمر ذاته يطبق فيروي شهود عيان عن انتهاكات مستمرة وعمليات دهم واعتقال تقودها ميليشيا السراية التابعة لمقتد الصدر تستهدف المدنيين في منطقة كيشيفة في مدينة سامراء آخرها اختضاف أكثر من خمسين مدنيا مطلع شهر الماضي المرصد دق ناقوس الخطر من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار السلطات بالمماطلة في إطلاق صراح المعتقلين أو الفصل في ملفاتهم لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا الذي يشكل خطرا إضافيا على حياة المعتقلين خاصة وأن السجون تفتقل لأدنى مقومات ومتطلبات الرعاية الصحية اللازمة حيث اجتمع على المعتقلين سياط الجلاد وإهماله وويلات المرض وانعدام الدواء